ما حكم توزيع الزكاة على الأقارب الأكثر حاجة أم يلزم توزيع جزءا منها للأقارب والباقي إلى غير الأقارب الأقارب أولى من غيرهم وأبو طلحة لما أوقف بيرحاء جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلها في الأقربين والله تعالى إذا أوصى يبدأ بالأقارب قال وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل قالوا اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا بالوالدين إحسانا وبذي القربى فالأقارب المحتاجون هم أولى من غيرهم فإذا أغناهم انتقل إلى غيرهم نعم